بسرعة جومي وعمليها في النص من رجب النص من رجب لازم تعملي الطريقة دي علشان تتخلصي من اي حسد واي سحر وعشان تملى بيتك رزق ومال وخير قسما بالله طول السنة بعد ما تعمليها فرج السمى من الارض والله العظيم هتلاقي فرج زي فرج السمى من الارض في الرزق والمال والخير في بيتك وكمان حتى لو في اي مشاكل او اي عكسات هتخلص بعون الله وباذن الله لمجرد ما تجومي بيها وتعمليها حالا نص رجب او قبل رجب ما يجي نصه بكم يوم او بعده بكم يوم ما فياش حاجة هقول لكل التفاصيل في الفيديو يا ريت تسيبونا لايك السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين النهاردة بما اننا جربنا على نص رجب هقول لكم على طريقة تعمليها في نص رجب تخلصك من اي عكسات واي حسد واي حاجة في البيت موجودة لمجرد ما هتعمليها وسريعة جدا وحتى بدون تكلفة وبدون اي شيء تمام حاجة كده زي ما بنقول من ما فيش الطريقة دي بتمفع للحسد وبتمفع للسحر وبتمفع للعكسات وبتمفع لي العارض وبتمفع للمس وبتمفع كمان للناس اللي عندها يعني فال العتبة او العتبة مثلا دخلتي مكان مش حلو وحس انه من ساعة ما رحت البيت ده او المكان ده او رحت بيزوجك هنا في المكان انتي فيه مثلا فيه مشاكل وفيه عكسات وفيه حاجات كتير بتحصل حاسة انه ما فيش جديد كله مشاكل في البيت تطلع برا البيت مشاكل تدخل جوه البيت مشاكل النهاردة هقول لك على علاج لجميع المشاكل دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا حتى ودي بتكون عادة من اعراض برضو الناس اللي عندها نظرة وعين حتى الناس اللي بتشم ريحة البخور في البيت بتتأذى او البيت اللي بيتجلب او البيت اللي بتحصل فيه مشاكل بعد التبخيرة التبخيرة بالبخور اللي عادي بتاعنا اللي احنا عارفينه اه الناس دي برضو او اللي نجمه خفيفة او الكلام ده كله لسابق قبل كده وتكلمت عنه كتير كل الكلام ده هقول لك على طريقة تمنع تمنع من عندك كل المشاكل دي بسهولة جدا لمجرد ما تقومي بيها الطريقة دي غير مكلفة تماما وتقدر اي واحدة في بيتها او اي حد موجود في بيته او حتى بره بيته يعملها لانها غير مكلفة وبدون مساعدة اي حد حاجة كده هتحطيها وتخلطيهم مع بعض وتبدأ ان انت تحطيهم في المكان اللي هقولك عليه هيخلصك من كل المشاكل اللي تكلمنا عليها بسرعة جدا 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 ومن غير حتى ما تكرريها يعني تحطيهم وتنسيهم حطيهم كده ونسيهم اول حاجة معانا حاجة هنخلط فيها الحشتين دول اللي احنا هنستخدمهم الحشتين دول الاتنين دول بوضر يعني مش هنحتاج كمان مية نرش ولا نملى الارضيات ولا ندعك البيت ولا كل الكلام ده في الاول خالص هنبدأ نجيب يعني ملح وملح يكون كتير يعني حبة حلوين كده من الملح تمام تبدأ تحطيه شوية حلوين من الملح بالشكل ده وكدهم بالضبط هقولك هنخلط وكدهم ايه بس الملح هنا هو يكون مطحون ومايفرقش عن الحاجة التانية اللي احنا هنحطها يكون طحنته كده بالشكل ده خفيف كد ما حطينا كمية الملح او على كد كمية الملح اللي انت حططيها اللي هي زي ما قلتلكم تكون بوضر كده هو تكون نعمة ما يكونش ملحة خشن الطريقة دي بنستخدم لها الملح النعم هنجيب وهو هقولك ليه طبعا هنجيب عليه دجيج او الطحين ناس كتير بتسمي الدجيج طحين الطحين او الدجيج ونخلطهم في بعض الدجيج هنا هيكون بوضر جدا طبعا اي دجيج كده بيكون مطحون ناعم والملح بيكون ناعم تخلطيهم في بعض كويس خالص على اساس ما يبنش فين الملح من فين الدجيج نخلطهم كويس جدا 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 الملح والدجيج الملح والدجيج الاتنين خلطهم في البيت او لما تخلطيهم مع بعض لما تخلطي الدجيج والملح اللي اتنين مع بعض وتخلطيهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين تحس انه الدقيق او حبيبات الدقيق زي يعني لو مسكتيهم كده ما تفرجيش بين الملح فين والدقيق فين. الاتنين لما تخلطيهم في بعض في البيت ده بيحسن من البيت جدا جدا وخصوصا الناس اللي عندها يعني دايما ما فيش فلوس ما فيش مال في البيت ما فيش حاجة بتقعد اي حاجة كده سبحان الله بتيجي تدخل البيت وتطلع بصوا يعني زي الهواء كدهو ما فيش حاجة ما فيش آآ ما فيش كل حاجة يعني كل حاجة بتدخل البيت ما فيش بيت ربنا ربنا سبحانه وتعالى منكرموا علينا ما يعني ما فيش حد ما بيرزجوش احنا كلنا بيرزجنا تمام؟ عشان ما لجاش بس حد كاتب لي في التعليقات كلمة ملهاش اي لازمة تمام؟ بس في بيت سبحان الله بتكون البركة فيه وبيت ولا كأني تمام؟ آآ بيت سبحان الله يعني البركة بتكون فيه وبيت ولا كأني تمام؟ آآ بيت سبحان الله يعني البركة بتكون فيه وبيت ولا كأني انه بتدخل شيء وتدخليه كده خالص مفيش واحدة كانت قبل كده بتقولي انا كل ما بدخل عند حماتي رغم انها فخير كبير جدا عمري ما بلجع عندها حاجة وبلجها تعبير يعني بلاش ان انا اقوله ولكن بمعنى صح بيتها حرفيا حرفيا دايما ناشف مفيش اي شيء مفيش حاجة بتقع او هي ما بتحبش تحط حاجات في البيت او ما بتحبش تجيب حاجات كتير ولكن بتقولي الوقت اللي بكون قاعدة فيه بلاقي انه فعلا الحاجة بتدخل البيت لا اكل موجود ولا عيش كتير ولا آآ فلوس ولا مسلا كزا وده بيكون طبعا لعدة عوامل وخصوصا للناس اللي دايما تقولك ايه مفيش 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 اول ما تسأليها عامل ايه تقولك مفيش آآ دنيتك ايه لا ما فيش آآ عملت كزا لا ما عنديش لا عندك مش لا ما فيش بصوا دي اغلب اكتر الناس اللي بيرزقوا سبحان الله بيخرج من بيتها فعلا بقولتها يعني هي بنفسها اللي بتطلع البركة والخير من البيت بقولة مفيش 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 ولادي كويسي لا اتعبنين فتلجي ولادك تعبوا فعلا جوزك كويس في الشغل لا مش كويس تلجي آآ فعلا مش كويس جوزك كويس معاك لا لا ده دايما بيتخنق ويكون كويس فتلجي فعلا حياتها بتتجلق تمام طيب نعمل ايه نعمل ايه علشان كل ده هتجيب الدجيج والملح بالشكل ده وطبعا دجيج دجيج يعني مش هنرش على الارض ولا الكلام ده كله انه حرام 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 فهنعمل ايه هناخد الدجيج والملح ونربطهم في سرة ونبدأ ان احنا يعني لو بيتك لو البيت واسع اللي انت فيه تقدري تاخدي تلات سرة صغيرين من الملح والدجيج وتحطيهم في حتة متفرقة ده امتى في نص رجب واعمليها واستمر عليها او حتى قبل نص رجب بكم يوم اعمليها برضو المهم يجعلك نص رجب عشر رجب قبل دايرة النص بتاعت كده هو من رجب آآ تعملي الطريقة دي تمام الدجيج والملح اللي اتنين وجودهم في البيت باركة وخير كبير جدا والله العظيم انت اصلا بعد كده هتلاقي فرج كبير جدا فرج كبير فرج السماء من الارض فرج السماء من الارض شايفين الفرج بين السماء والارض هتلاقيه ما بين آآ حالك في الاول وحالك بعد ما بتعمليها وممكن تربطيها في سرة واحدة بس وتحطيها في البيت ممكن سرة واحدة بس تربطيها فيها وتكفيليها كويس ايا نكلن ان السرة دي ايه او الجماشة دي ايه وتبدأ ان انتي آآ تحطيها في بيتك آآ ويعني تعسعسي عليها كل وقت والتاني او كل كام يوم او كل اسبوع او في اواخر او في نص او في اوال الاسبوع المهم ان انت ايه تعسس علىها كده من وقت للتاني لو نشفت وجبست معاك ابدأ اغيريها حطي واحدة تاني شيل اللي فيها كله ونفض الجماشة وبدأ اجهزي لها طحين او دقيق وملح وخلطيهم في بعض وحطيها تاني مفيش ولجتيها زي ما هي خلاص بيها خلاص بيها وتستمر كده فترة طويلة لحد طبعا معملك فيديو تاني ويقول لك اميتش ديه ودى من الطرق كمان اللي بتتحط في قوضة المعايشة القوضة اللي انت رايحة جاي عليها الاوضة اللي فيها مثلا انتو قاعدين على طول الاوضة اللي بتاكل وتشربوا فيها الاوضة اللي دايما متجمعين الاوضة للضيوف ممكن ما تكونش صالة مش لازم تكون الصالة هي الالضيوف او كزا ممكن في اوضة معينة للاكل والشرب والضيوف وكل حاجة فالقوضة دي هي افضل مكان تعمل فيها الطريقة دي الطريقة دي بتتعمل في نصف من رجب أو في قبل نصف من رجب بس مهم بتلحق نصف من رجب أو بعد نصف من رجب بكم يوم لحد مثلا 20 يوم من 15 إلى 20 رجب طريقة سهلة وبسيطة جدا والله العظيم هتفرج معاك فرج الأرض من السماء فرج السماء من الأرض شايفين الفرج اللي بين السماء والأرض هتفرج حرفيا 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 دايما احمدوا ربنا يا جماعة نعمل انتوا فيها دايما نحمد ربنا على السرة والضرة دايما نحمد ربنا على التعب دايما نحمد ربنا نحن كويسين دايما نحمد ربنا على أولادنا دايما نحمد ربنا في كل الحالات واللي يسألنا نقول والحمد لله عندينا والحمد لله بيتنا مليان والحمد لله أولادنا بخير والحمد لله زوجي زي الفل وربنا يهدي حتى لو هو فيه شوية مشاكل يا رب يهدي مش لازم مش لازم تجي بالنفسك المشاكل والواكسة وفي الأخر ترجع تدوري على حل بقى وكل الكلام ده أسيبكم في رعاية الله وحفظه ويارب مكنش طولت عليكم بالكلام